اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر حلقتنا النهاردة للأطباء حديث التخرج لو انت واقف في الاستقبال او في الطوارئ وجالك عيان عنده مغس كلوي تتصرف معاه ازاي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو لو انت دكتور واقف في الاستقبال او في الطوارئ فالمغس الكلوي دي حاجة غالبا هتشوفها كتير وهي من احد الاسباب اللي بتخلي العيان ييجي بقلم شديد جدا ممكن العيان يرقض في الارض بسبب الالم ده معروف المغس الكلوي بشدته المغس الكلوي بيكون موجود في الفلانكس فلانكس او اللوينز وكمان ممكن يسمع او يمتد لمنطقة الجروين وفي الزكور ممكن يسمع في الخصية اللي ناحية هذا الالم كمان الالم ده ممكن يصاحبه شوية اعراض تانية زي القيء والغفايان واحيانا يبقى العيان عنده الام اثناء التبول او عنده دم في البول او حاجات تانية تقول ان فيه مشكلة في الجهاز البولي والمغس الكلوي الحاد بيكون ليه شوية اسباب لازم تبقى عارفهم من اشهر اسبابه هو الاوبسترابشن العيان حصل اوبسترابشن او انسداد للبول اللي نازل غالبا بيكون في الحالب الحالب ده يوريتر اللي بيوصل الكليا بالمسانة فممكن الكليا تكون فيها حصوات مثلا فاحد هذه الحصوات اتحرك وسد الحالب ودي من اشهر الاسباب اللي بتعمل مغس كلوي حاد وشديد اما لو كان الانسداد ده بسبب تاني غير حصوة اتسدد في الحالب زي مثلا لو عيان عنده ورم في البرستاتا مثلا او عيان عنده ورم في الحوض او عيان عنده اي مشكلة افلى اليوريتر من الخارج مثلا فغالبا الالم ما بيبقاش شديد وحاد زي موضوع الحصوات اللي اتكلمنا عنه كمان ايه تاني غير الانسداد يعمل مغس كلوي كمان ممكن حاجة اسمها يوريتيرالسبازم يعني عيان حصل فيه انقباض في الحالب ده مع انه ما فيش حصوة ولا حاجة بس حصل سبازم وده غالبا بيكون بعد تدخل جراحي في المسالك البولية عيان مثلا عمل منظار في المسالك البولية يوريتيرال اندسكوبي او مثلا مركب دعامة حاجات زي كده ممكن يحصل بعدها سبازم او انقباض في هذا الحالب ويحصل انسداد برضو وده طبعا هتعرفه بالتاريخ المرضي العيان يقولك انا لسه مركب دعامة مبارح مثلا انا لسه عامل منظار جهاز بولي النهاردة حاجة زي كده كمان من اسباب المغس الكلوي هي عدوى المسالك البولية ممكن العيان يحصل له بيلونيفرايتس ممكن يحصل له قلم في الفلانكس برضو مكان الكليتين وممكن يكون معها بقى ارتفاع في درجة الحرارة وممكن يكون معها كمان اعراض بولية سفلة بنقول عليها زي مثلا حرقان او قلم اثناء التبول يعني العيان بيدخل الحمام بول كتير يعني العيان اول ما يحس ان عايز تبول ما يقدرش يمسك نفسه عايز يروح بسرعة أحيانا العيان ما يلحقش يمسك نفسه او قطرات من البول تسبقه ممكن هيماتوريا العيان يلاقي دم في البول وممكن يعني العيان ما يقدرش يخرج البول بشكل كويس يحزق عشان يطلع البول ده وبالمناسبة العيان لو معها انسداد حصوة سد الحالب وحصل انفكشن كمان فدي بتبقى حالة خطر ولازم العيان ده يتحجز في المستشفى ويحصل معها تدخل جراحي بالاضافة الى العلاج الدوائي وكمان بالمناسبة العيان لو حصله انسداد كامل في الحالب فده طبعا بيأثر على وظائف الكلا اللي في ناحية هذا الحالب ممكن بعد 3 ايام الجي اف اار او قدرة الكلا على الفلترة الجلملور في البريشن ريت يكون نزل للنص وممكن على مدار اسابيع تكون الكليا دي فقدت وظيفتها ايه هي الفحوصات اللي بنطلبها في عيان عنده مغاس كالوي طبعا رقم واحد هو يورن اناليسيس تحليل بول طبعا هيديك معلومات قيمة جدا اولا هيقولك فيه هيماتوريا ولا لا فيه دم بينزل سواء مايكروسكوبك يعني على مستوى المايكروسكوب بس مش مرقي بالعين المجردة ولا ماكروسكوبك يعني العين نفسه شايف الدم ينازل في البول والهيماتوريا دي ممكن تحصل سواء في حالة الانفكشن حالة العدوى او في حالة الحصوات ممكن يحصل فيها هيماتوريا كمان ممكن يقولك ان فيه white blood cells او bus cells كتير او يكون فيه بكتيريا في البول فده يديك علامة ان فيه انفكشن في عدوى كمان البي اتش لو كانت اكتر من 7.5 فده بيديك مؤشر ان ممكن تكون نوع معين من البكتيريا هي السبب بنقول عليها يوريز بريدوسنج بكتيريا ان فيه انفكشن برضو كمان ممكن يديك فكرة عن نوع الحصوات اللي موجودة لو كان العيان عنده حصوة يعني ممكن تلاقي يوريك أسد كريستالز مثلا ممكن تلاقي كالسيم أجزالات ممكن تلاقي سستين وهكذا فيديك فكرة ايه نوع الحصوة اللي موجودة عند العيان ده كمان ممكن تعمل العيان صورة دم كاملة CBC وممكن نلاقي مرفوعة وغالبا بتكون مرفوعة في حالة الانفكشن أو العدوى كمان العيان ده هيحتاج يعمل ألترا ساوند أشعة تلفزيونية على البطن والحط ودي حاجة كويسة جدا وأمان زي ما بنقول ورخيصة ومتوفرة وهتديك معلومات كويسة جدا عن الكلا وبرغم ان هي ممكن لا ترى حصوات الحالب لكن بتديك دليل على وجودها تلاقي فيه هايدرونفروزيز ارتجاع ماء على الكلا ممكن تلاقي يوريتيرال دايلاتيشن يعني اتساع في الحالب وأحيانا يقول اعمل اكس ري مع الالترا ساوند اللي اتنين مع بعض بيكملوا بعض لدرجة كبيرة احنا عارفين برضو ان الاكس ري أو الأشعة العادية ممكن بعد الحصوات تكون يعني لا ترى بهذه الأشعة لكن لما بنحط الالترا ساوند مع الاكس ري دا بيزود كفائتهم الاتنين مع بعض اللي مش هنشوفه في الاكس ري هنشوفه في الأشعة التلفزيونية اللي مش هنشوفه في الأشعة التلفزيونية هنشوفه في الاكس ري كده يعني لكن بعد كده الأشعة الأهم والجولد ستاندرد المفيدة والأحسن هي الـ CT أشعة مقطعية بدون سبغة أو هليكال سي تي أو سبيرال سي تي دي مفيدة جدا جدا بتعرفك الحصوات ومكانها وحجمها وكمان ممكن تعرفك الأسباب التانية لو السبب مش من الكلا أصلا يعني ممكن يديك دلالة على التهاب البنكرياس على التهاب الزايدة الدودية مثلا أي سبب تاني في البطن غير المسالك البولية لكنها غالية شوية وفيها طبعا إشعاع بكمية أكبر لكن بالنسبة ليك يا دكتور حديث التخرج فالمهم ليك هو تحليل البول سورة دم كاملة أشعة تلفزيونية بعد كده دكتور المسالك هو اللي يحدد المطلوب نتكلم بقى عن علاج المغس الكلوي إزاي بينعرجوه؟ لو انت واقف الاستقبال وعيان جالك بمغس كلوي أول حاجة تركب له كانيولا عشان هياخد فيها أدوية لو احتاجناها إيه هي بقى الأدوية اللي العيان ده بيحتاجها؟ رقم واحد العيان ده هيحتاج مسكنات المسكنات دورها إن هي هتسكن القلم من ناحية وبتعمل إلى حد ما ارتخاء أو اتساع في الحالب من ناحية تانية فده ممكن يساعد إن لو في حصوة تنزل من الحالب والمسكنات دي زي non-steroidal anti-inflammatory drugs حاجة زي الكيتورلاك مثلا ممكن تدي العيان 30 ميلي جرام IV وتكررها كل 6 أو 8 ساعات إذا لزم الأمر أو لو مش موجود ممكن تدي ديكلفوناك حاجة زي الفولتارين مثلا سواء IV infusion تنقيط وريدي أو IM مثلا عضل وممكن برضو نكررها إذا لزم الأمر كمان من المسكنات اللي ممكن نديها بس في الحالات الشديدة شوية مورفين بجرعة 1 من 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام IV وريد وبرضو ممكن نكررها إذا لزم الأمر لكن المورفين نخلي بالنا شوية إن هي ممكن تعمل يعني تعمل تثبيت أو تهبيت للتنفس كمان بتعمل العيان يبقى مرتاخي خالص كده كمان ممكن يحصل منها يعني العيان يتعود عليها أو زي الإدمان كده لو العيان استخدمها لفترات طويلة كمان من المسكنات أو الطرق اللي استخدموها للتسكين الألم في عيان المغس الكلوي حاجة اسمها ليدو كيين مية وعشرين ميلي جرام على مية سنتي محلول ملح لقوا إنه بيجيب نتايك كويسة جدا في المغس الكلوي وفي تسكين الألم لكن بيخلوه للحالات المستعصية الغير مستجيبة للخطوات الأخرى يبقى كده أول نقطة في العلاج هي أنالجيزيكس أو المسكنات بأنواعها اللي تكلمنا عنهم تاني نقطة هي الأنتي إيميتكس اللي هي مضادات القيء إحنا قلنا العيانين دول ممكن يبقى معاهم قيء فكويس جدا إن إحنا نديهم حاجة من ديه زي الميتوكليبرومايد مثلا الحقن برمبران ممكن ندي العيان بتاعنا أمبول IV ونكرره كل 4 أو 6 ساعات إذا لزم الأمر وكمان ممكن ندي أوندانسترون حاجة زي الدانست برضو ممكن نديها النقطة الثالثة في العلاج وهي IV فليويدز أو المحليل الوريدية ودي نقطة مختلف عليها شوية يقولك هل هي لها لازمة نديها للعيان ولا ملهاش لكن هي بتكون مفيدة في كتير من الأحوال خصوصا كمان لو العيان عنده Reduced Fluid Intake يعني هو عنده ألم وعنده غثيان وقيء فمش بيشرب مية كتير أو سويل كتير أو وقيء نفسه ممكن الحاجات دي تسبب له نسبة من الجفاف فإن إحنا نديله فليويدز دي حاجة كويسة في الوقت ده فالفليويدز هنا تعتبر Circulatory Support حاجة بالدعم الدورة الدموية وقد تساعد في نزول الحصوات النقطة الرابعة في العلاج هي المضادات الحيوية وطبعا دي هتديها لو انت شاكك إن فيه UTI Infection زي ما قلنا صورة الدم الكاملة فيها كرات الدم البيضة كتير تحليل البول فيه كرات الدم البيضة أو الباصلز كتير أو فيه بكتيريا العيان نفسه معه ارتفاع درجة حرارة الحاجات دي كده تقولك إن فيه Infection لكن قبل ما تدي المضادات الحيوية يبقى لازم تاخد عينة بول من المريض ده وتبعاتها يتعامل عليها مزرعة وحساسية قبل ما يبدأ المضادات الحيوية من المضادات الحيوية الكويسة في الموضوع ده الفلوروكنولونز حاجة زي سيبروفلوكساسين تدي للعيان قرص كل 12 ساعة وممكن تدي نوع تاني اللي هو حاجة زي وده كده اسمه يعني مضاد حيوي واسع المجال لحد نتيجة المزرعة ما تطلع وتقولك إيه المضاد الحيوي المناسب للعيان ده يبقى كده دول أهم أربع نقط في علاج مريض المغس الكلوي الحاد لحد ما تحوله لدكتور المسالك Analgesics المسكنات Antimetics مضادات القيء Fluids المحالي الوريدية Antimetics مضادات الحيوية وفي خلطة كده مشهورة في الاستقبال ممكن تعرفها يعني بيدوها لأي عيان تقريبا عنده مغس كلوي اللي هو يدوله Fluids محلول ملح مثلا ويحطه عليه Volterine مثلا Analgesic Brimbran اللي هو Antimetic كمان ساعات بيزاوده عليه فسترالجين ده حاجة Antisbasmotic بتساعد في الحالات دي وكمان ممكن يجوده ويحطه Avil Avil ده حاجة Antihistaminic لكن من أثارها الجانبية أن هي بتعمل Sedation شوية فبيدوها للعيان عشان يهدى يعني بتفيد في بعض الناس وتهديهم في بعض الحالات لكن أهم نقط العلاج هو اللي أنا قلتلك عليهم طبعا العيان بعد ما تتحكم في القلم بتاعه وحالته تستقر بيتحول لدكتور المسالك البولية عشان يشوف التدخل اللازم بعد كده لعلاج السبب يعني لو كان العيان عنده حصوة في الحالب إيه اللي هنعمله بعد كده هل هياخد أدوية تنزل الحصوة مثلا Medical Expulsive Therapy حاجة زي التامسولوسين أو النفلبين ولا العيان ده هنفتت الحصوات دي بالموجات التصادمية شوكويف لايفوتريبسي ولا العيان يحتاج راحة ولا ايه بالزبط كل اللي هيحدد الكلام ده دكتور المسالك كمان لو المريض بتاعنا لن يستجيب أصلا للأدوية اللي احنا عملناها دي والطرق دي ولسه فيه قلم شديد ومش عارفين نتحكم به في الحالة دي يبقى لازم برضو نحول المريض بتاعنا الدكتور المسالك عشان يشوف ايه الخطوة اللازمة لبعد كده ازاي هيتعامل مع المريض ده واخيرا نصيحة عامة لكل الناس اشرب مية كتير لان دي اكتر حاجة فعالة ان ما يحصلش حصوات ولو عندك مشكلة او حصوات من النوع اللي هي اليوريت فما تاكلش لحوم كتير قال لكمية اللحوم ولو عندك حصوات من انواع تانية ففيه طعام معين لكل نوع من الحصوات ممكن نبقى نعمل عنه حلقة بعد كده وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم اشتركوا في القناة